تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب مرحبا مشاهدين الكرام استمرار الأجواء المشمسة والمستقرة على مجمل المناطق الشمالية للوطن وحيث سيتم تسجيل ارتفاع محسوس في دراجات الحرارة القصوى وهذا يومي الأحد والإثنين بحول الله حيث ستصل درجة الحرارة 36 درجة مئوية وهذا على كل من المناطق الداخلية الغربية كمدينة سيدي بلعباس وغيليزان ناصر فيما يخص توقعات تقصي صباحة الغد وظاهرة الغد بحول الله يوم راحة للمواطنين نقول لهم الأجواء ستكون غدوة إن شاء الله صافية مشمسة على مجمل المناطق الشمالية الوطن وحتى الجنوبية باستثناء بعض الضباب الخفيف الذي سيمس سواحل الوطنية الغربية الوسطى وحتى الشرقية للوطن إن شاء الله ستكون درجة الحرارة فصلية تراوح ما بين 24 إلى 32 درجة بالمناطق الشمالية ومن بين 39 إلى 45 درجة مئوية بالمناطق الجنوبية للوطن هذا ما كان لدي ناصر لحدث شكرا لك حسبب أن الأجواء اللطيفة هكذا وربيعية يعني بإمكان الأولياء نصيحة الأولياء لأخذ أبنائهم ربما لأماكن ربما للنزهة والترفيع نفس قبيلة امتحانات نهاية السنة خاصة نغدمني يعني يوم راحة يوم السبت نعم شكرا لك حسبب إليك هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصدحة لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم ترجمة نانسي قنقر